ربي كبيرا البنات هذه القصة التي ستسمعون دابا قصة رهب الساف انا شخصيا كيف سمعتها مقدرت نهائيا اجلها ولو دقيقة و قلت لصاحبة القصة قصة الفرياء الفروعي تكشيل اللي يأجبكم لا نزيل نطول عليكم و ندخله في قصة مباشرة معكم لمياء و حكيتي كاملة بدأت النهار اللي ستلاقى بخانز الافطمس من البيتان في هذه الساعة كانت عندي 19 عام و كنت لقيت ماغر في ثلاث صدفة كنا كنهضر مع هدوك الناس اللي كانوا معنا في نص المقصورة وهو كان حط عينه لي المهم في الوقت اللي انزلت غادي يتبع لي و غايب قال اصقلي على النمرة المهم انا مبغيش نعطيها له و اخاك انا كنت و احد البنت اللي سقيق لا ماشيش وحدة اللي خفيفة ايو اسم مغي يوررني الورقة ديالو و غادي يقولي انا نازل على و الدك في هذا المحطة انا مازال موصلش للمدينة اللي كانت خاصة نمشي لها قالي ايو حشو معليك ما تعطينيش النمرة انا فش قالي يا تيك الهدراء عز عليها و مقدرش ما نعطيش نمرت وفينك و تعطيتوا النمرة ديالي و حضرت راسي ومشيت و انا مازال في الطريق عيط لي و قالي ايو حشو معليك ما كنتش بغا تعطيني النمرة غير تحر فيني ايو او ما اعجبتك و ما ارتحيتش لي بلوكيني قلت له اسيدي مرحبا المهم قالي انا اسمتي محسين عندي تدو عشرين عام و ادف في البلاسة فلان فلانية هاشنقاري و هاشنقاري و امتياك قلت له انا قلت صغير في الدار قال لي اوش ما كنت تقرأيش قلت له الله خرجش هذاك العام و مازال ما درت حتى شي حاجة و فعلا انا كنت سقطت في الباك و خرجت كنت سمعون ان درت تكويل المهاني و فعلا كنت بديت في واحد الشعبة ولكن يالله بديت اخوتي ما خلونيش نكمل و قالوا لي لك اخديت سيد عمد دابلوم و ستبقى يتخدمي في واحد الماجا اللي هو مرادين شعليه قالوا لي غادي تحبسي حتى العام الاخر و غادي تكملي و انا دي كساها اللي تلاقيت مهات سيد كانت فيش هربا يعني مازال ما موصلش مازال ما كملش العام صافي بديت كانت هرف عليه اليوم و قد علاقتنا بدأت تكتطور حتى السيد و لك يقولي انا كان بغيك و بغيك الاحلال فهذه المدة كنت لقيت معجوج المرات و هو اللي كان جاء عندي المدينة اللي زاكن فيها علاقتنا الطورات بزاف و بديت كان بغيه و كي بغيني و كي تستطع على الطراب دي الرجلية المهم ما غايدوش بزاف حتى غيجبت معي الموضوع دي الزواج و غادي يقولي انا مساعد اليوم قبل ما نغضى انا كنت قلت له لك انت مساعد مرحبا و فعلا كان دوا مع واليديه و جاءوا خطبوني من عند دارنا او كبرنا و فرحنا بهم و والدية تفهموا مع واليديه والامور كاملة تسرعت السيد كان كيبان معقول و تقيقل و انا والدي احماق و عليا المهم فى ديك النهار كانوا قالوا لوالديه لوالديه ان ايلا تفهمت انوياه و هم يزيدون غير الخير وانوياه ماشي كنا نفاهمين انا راديك سايق و ليعطيني عينيك نعطيهم لي و حتى هو كان مغلي فيها الامور من مرحب شي كاملة تسرعت والسيد كان خوة الدار اللي كان كريحة كان كريمة الزوافرية و من بعدها كان مشاكرة وحد الدويرة و كانوا الرهالية و عجباتني و بدك يفرش بشوية بشوية و دار الاساسيات انا دارنا هم اللي يتكلفوا بالحرس الراجل ما تسرعت نعلي في حتى شي حاجة جابت صداق اللي بغى و الحويج اللي بغى و قاعدة الشي يزعمه ما قلناش لي احقا هادي و هادي واحتمل العرس الابدالي هو اللي يتكلف بكل شي ما جا فيني وصل الصيف حتى قلقتي عرست و مشي تسكنت معاه كنت عيشة معاه بخير بحيلي في حال الناس كاملين ما غنقوشيكم انني كنت اي حاجة كنحلع لا فمي كنلقاها السيد راكي في مكتلكم كان موددا ماشي شي تاجير ولا راجل اعمال و انا البنات كنت راضي متكشير لقسم الله و ما عنديش غرام ديال المشكيل دو السنوية واحد الموددا حتا قلقتي حاملة و مجيت فين كم ربع شهور في حمالة السيد كنشرا واحد البابوشة و حتا موبيل لقد الحال المهم من نهار اللي شراها رسقتوا الصيغ باش ندنصوقها و فعلا كنت كنسوقها انا و كيسوقها هو و اخهور ما كانش كيخليها ليا يعني لمشال الخدمة كيمشي بيها غدي القهوة غير حد الدار كيهز و يديها ولكن انا النهار اللي كان وقاف عليها كان هزها صافيها البنات و بقينا جارين هكا كحتى النهار اللي ولدت هادك الراجل كيف ما قلت لكم كنت عيشا مها فحلي فحل ناس كان بغيه و كيبغيني و علاقتي معهم زيانة ماشي غنقول لكم بناتنا شي اصداع ولا شي مشاكل ولكن ماشي غادية المهم العلاقة ستبقى غادية حتى النهار اللي سيكمل في علاقتنا 4 سنين هاديك الساعة قررت انا وياه باش نولده للمرة ثانية فعلا كنت حييت الفانيت و تيسرت لي الامور و بديت في الحمالة يالله هالبنات مكملش شهرين حتى كتعيت لي يا ماما و كتقول لي يا رب انت خالتي رجو فيها الخطاب من نفس المدينة اللي سكن فيها انا و راح الامور تيسرت و راح يمكن غتجي يالله هم يسر هاده بنت خالتي مكانش عندي مع هاشي علاقة بينه وبين هالسلام و فاشكا نجمعهم مع العائلاتك تضحكو التريقين يعني ماشي صاحبتي ماشي حاجة صافي الامور بالنسبة لي يا را ماشي شي حاجة هادك بنت خالتي بقاتك تضر مع هادك السياد تفاهموهما مياه حتى النهار اللي غادي ديروا العقد و من مراها مباشرة غادي ديروا العرس انا هادك الساعة كانت عندي شي سبع شهور المهم قبل ما ديروا العرس خالتي كانت عيطتي لي و قتل يارا سيجيبوا الفطور و سيجيبوا عندك الدار ما سيجيبوا عندك الدار مرحبا بك و فعلا قبل ما نوجد العرس كنت وجهت لهم بزميلة جاء لكي نستقبلهم المهم جيت للعرس فرحناك العرس بسيط اهدت خالتي كانوا ناس لعلقة الحال صافي انا قلت الله ميصر لما اندي تدخل في هذا الشيء كامل ماشي تدوزنا العرس جيت انا و راجلي غد لي غدي يجو عندي هما قلت عندي ذاك النهار قدنا الامور و وجدنا الفطور جريت معهم و انا البنات ركت لكم عندي سبع شهور مهم بديت كان عيه هزينا ذاك الشيء مشينا عند بنت خالتي للدار فرحنا معها الامور كاملتي سرعت ام المراهة العائلة كامل جاءوا عندي للدار و قلت عندي كلي قلت عندي نهار كلي قلت عندي يومين كلي قلت عندي دلتيام اوعدت فرتك المجمع انا داري مع تحد ما كان عمره مجاليها قبل المهم و خامع جبنيش الحال حين تحت لذيك الساعة ما كنتش نفرش كنت يلا بغى نفرش على ود الولادة ولكن قلت ما اليش الدنيا هانية ارى ليكم خالتي قبل ما تمشي وستطني الى بنته و قلت لي الله يرضي اليك بنتي ده بنتي غير انتي وياها في هذه المدينة حنو في بعضياتكم و حتى ما ما وستطني نفس الوصية كنت لها خالتي كوني هانية كنت خديت الرقم دير هذيك بنت خالتي لدرجة الرقم دي لا ما كانش عندي خديت الرقم دير هذيك بنت خالتي و توصلت معها و قلت لي لاخذتك شي حاجة مرحبا المهم غد السيمانة قلت لي احقام احقام فين كين الحمام قلت لي عفرو بلاسة لي ساكنة فهنتي صراحة ما عرفتش ولكن حدايا كان واحد الحمام زوين لتحسكين الحمام العادي والفوق كان تركي و بيت قول لي يو بلاسة ما بين ساكنة انا وفين ساكنت انتي بعيد لتعرفتي ما تديري انا سأجل هذيك بالطموبيل و تحمحها انا وياك فعلا كنت طلبت الراجلي بالزز باش خلالي الطموبيل هذيتها و مشيت عند بنت خالتي هذيتها و مشيت انا وياها الحمام تحمح بنا يا البنات خلصت عليها انا و هذيتها و اديتها لداري و اشربنا كويس ساعتة و من بعد هذيتها و اديتت لدارها المهم ده ساو تاني واحد تماناها ككاسريا قلت لي احقام احقام الا بغيت تخرجي بابا بغيت التقدية هذيك لم يكن لدي أحيان على المهم يا الم�� و قريبت إلى السوق فعلها بي launch نحتفظ responds و لكن far هذيتها مت فعلت صلعتا انا و اسببام و原صلت يكتب علي اختي قلت لي أرى ما يأتي أحد أحد أن أقابلك. وفعلاً هذه الخصيحة كانت مزوجة وعند ولداتها في السماسة هذه الضراء قلت. وأنا كنت متخوفة بثاب أن السيدة تخوي بي. وكنت دينا مع واحد السيدة أخرى. اللي قلت أقولي مرة مرة في الشقة أنها زعميلة أخوة بي هذه توقف معي هي. قلت لي يا واخا. المهم السيدة ما نقول لكم. جاءت وقفات معي الوقفة ديال بالصح. قلت لكم. كيف يخرج راجلي مع الثمانية وثمانية يونس كتكون عندي هي فطار. قلت قابلني وطيب لي. وش منك يا رفيزة وش منك يا حلوة. وش منك يا جميع الدار كانت هي اللي قيمة بكل شيء يا البنات. مهم ما خلتني نقصام حتى شي حاجات تتقبل الناس ووقفت معي في السابع درس معي كل شيء. حتى الوقت لي جاءت ماما حنديك الساعة كانت تبقى تقريباً واحد الاشراء. جاءت ماما قلت اسم معايا تقريباً واحد السيمانة ومشات. قلت لها انا غنقابلها وما شفت بعينيها. المهم هنا على اقتماع هاد بنت خالتي صافي. لسقعت. والتي سأنا وياها صحابات ما كانت تفارقوش. دائماً في التليفون بغض نقضي شي حاجة كنحيط ليها كنقضيها أنا وياها. بغض هي تقضي شي حاجة كتعيط ليها كنقضيها عوثاني عنوياها. الحمام كمشوا لي بجوج كندخله بجوج كنخرجوا بجوج. المهم السيدة القيت في هاداك شي اللي بغيت. والقات في هاداك شي اللي بغض. والتي تكمشي عندها الطار وكتجي عندي الطار. المهم غادي ندوز واحد الفترة اللي مطويلات. حتى هاد بنت خالتي غادي تحمل. المهم السيدة حملات وحامت هاي البنات. غير كتقول لي بغاد شي حاجة كننخدها لها. وخاصة انني أنا عارفة ان رجلها ما في حالوش. كنت دي هالصناك ونشري ليها. المهم كنت كنت عامل بنيتي. وربي جاهد عليها. المهم غادي نبقا. السيدة غا توصلي خمش شهور. وغا تحلي هاداك التيلات. صافي وقف سماع وتاني. جاءت خالتي عندها. وخاكك كنت كمشي يوميا. وخالتي كانت فرحانة ومي كانت فرحانة. والعائلة كاملة كانوا كدربوا بنا المثال. وكيقولوا زعمال الحمد لله ههوما. في نفس المدينة ومحابين. وصاحبين ما بعضياتهم. ودائما كيوصيونا من الصحابات. وققونا عندكم تدخلوا البراني بناتكم. بقاوا في حال هاكا مجموعين. وانا كنت نقول ماليش. المهم علاقتي مع راجلي را كانت مزيانة. مشي غا نقول لكم. كنا عايشين الحب والغرام. كنا نفحل نفحل ناس كاملين. عايشين. حلقنا زوينة. كان خرجوا. كان درجوا. المستوى ديالي انا و المستوى ديالها كان واحد شوية الفرق. انا راجلي الحمد لله كان خدام مزيان. هي راجلها. في الول كان خدام شوية. من بعد ولا مرة يخدموا عشر الله. المهم السيدة تشطح لها. تبقات او ثاني من المراحقة. تحمل 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 تحمل. مهم ما خليت مادرت لها. مستاخل جبن متأجيب. حتى النهار سهل على سيدة ربي. ستحمل المرة الثانية. يوفيش حملات البنات. سنهز المدة ديال 9 شهور. حينت دكتور ربيا كنت طيحة لها بزاف. والطبابة كنت تعطيها الراحة. كنت البنات مخلي من طيب و نضيليها. كنت مشي لدارها و نجمعها لها. المهم كنت هزها و على راسي و عينيه و انا فرحانة. ما عندي جرام ديال المشكين. المهم غنوقف معها حتى النهار اللي غتولد. جدخلتي قابلاتها ولكن طبعا. القساري ديال الفيسة. الزرورة. مهم ما خليت مادرش. قاعدك شي لانا قدر نديرو. و في جهدي راني ديرتو زيادة. سافي من بعد هاد الشي. تفرتك المجمع. سافي استيدانات الشقاهان. انا منمورها مباشرة. سوف نخرج حاملة. المهم حملتها هي وقفات معي. في الوقت اللي انا كنت حاملة راجلها. سافيت محط السلاح. وبنتها كترداء الحليب كفرماسيان. عرفتو البنات كان راجل اللي انا كيعطيني كل اشهر واحد البراكة. هذيك البراكة اللي انا خسي بيع الحمام. ونقضي بها اغراضي. كنت كان مدها لها. كنت ان يقضي بها. وهذا المعكة اللي كان اعطيني لها المصروف. فعلي كنت تقدني. لدي هاتف حمام. وفي الول كنت أمري بالحمام في تركيا. ولكن أحكري بشير دراهم. ليس بكلمة لها. وكلمة لديك من طيابة. ونعطيها من زيت ومن سكار ومن دقيق ومن الخضراء ومن الحم كل شيء وانا كان طيب شوية وكان يجي الراجل وكان هذا وكان من صحتي كان نقصي لأن كل شيء انا مزيان باش راجلية وكانوا ما يقولوا لي احقه هاتشي قليل ولا هذا وراجل يقول لي فكي يعطيني واحد القدر ديال الفلوس وكان سافيه واش كانت تقضى مهمة البنات غنبقى وهاكات غادي نولد غادي نولد داولية وكانت تقضى الأمور حتى نهار الوالدي الصغير غادي تقضى ثلاث سنين هنا البنات غنبقى نحسر الراجل يحضر مع شخصي في التلافون انا فشفت لما اساس عارض وعرفت شدتني واحد النوبة ديال الفقصة ودالغوات ولم نستطيع ان نوصفها لكم كيفاش دايرا الراجل كانت تقفى وكان بغيه وحلقتي معه مزيان ومشي والده معه وليدره والده معه ثلاثة المهم بكيت وكانت تقضى وكانت تقول لي يا غير اشنو منقصها لك أنا البنات كنت مهلية في راسي ومهلية في داري ومشي زعماشي وحدا اللي نقول لكم هاملة صحتي ولا هاملة راسي نهائيا نقية في حالتي أحمد لله ما كان في يوم ما يتعبش لاخرش مع أولادي في هذيك الوقيته يقولوا را باقي قعمى والده وباقي قعمى مزوجه أصلا المهم بكيت وجدبت وش كلي غادي لقى غلق هذيك بنت خالتي بكيت عليها وجدبت عليها وصبراتني يا البنات وقعت لي يا ضارك ومتخويهاش وش انت يا حمقى وش خليها البراني وش انت يا ضاربة تمارة مع هذا الراجل طول هذي سنين وفي الاخر تخليها لي مخدرة ما تخليها لي مخدرة المهم تبتتني واحد شوية وقعت لي يا رجال هما هادوك صاحبتي ما هما هادوك سافي الموضوع مقابا بيني وما بينهما بين راجلي عائلتي ما قلتش ليهم ما قلتش لي واحد نهائيا سافي السرط الموضوع الراجل اعتادر بقي نجارين اليوم غدا يا البنات اليوم غدا اليوم غدا حتى زعام على هذيك التحصيل اللي حصلت فيها راجلي توديد كان تكفيه وكنقول ربما غالطة المهم البنات بقيت انا وراجلي مزيانين حلاقتي مع ابنت خالتي مزيان وديما كانت كتشكيليا من راجلها حتى النهار اللي غدا نوضها معاه وغدا تعيط لي وغدا تقول لي شوفي انا رغا ديال دارنا عييت ما نقول لي هاوي لي وانتي لي كديني لي يا عاقلي ديوسيس قلسي ما تضحكيش فيك عباد الله ما تضحكيش قلت لي انا اييت الراجل ما بغي يصرف عليا ما بغي يصرف عليا بنته وشنا نبقى قلسة في حال هاكا انا قهرني انا 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 وستيقى راجل هاكا شوية مبلي صافية ابنت صبرتها حتى عييت ولكن ملقيت ما نصبر السيدة صافية جدا تلكار ومشات في حالاتها انا اضربت واحد اليومين هزيت راسيو ومشيت عندها عييت ما نهضر وفي تالي قتلي يا شوفي انا راني عييت ما بقيتش قد نرجع صافية هاديك رجعت في حالاتي داز اليامات في اليامات كلها كنا نهضر معها يوميا نعلى الشيطانة صاحبتي دوزي رجعي راجلك وراجلها مش رجح المرة بش يرده وهي ما بغاتش المهم سيدة مشات ورفعت الدقوة ديال الطلاق وانا كن هضر معها حتى النهار اللي غادي نقلب التليفون ديال راجلي صدفة وغلقها كي هضر مع واحد النمرة وكي هضر معها بساف ولا كالكونفرساسيو ما كي ناشغل لزابيل وفادوك لزابيل كينين المدة طويلة كنشوف النمرة كنقول هادي النمرة ديال من اول حاجة درت وفكرت فيها هي هزيت تليفون درت نمرة هاكا انونيم وعييت لصاحبت هاديك النمرة فاش كنعييت كعتيني اوكيبه هي حابسة النوامر اللي انونيم انهم يعييتوا عليها فا اضطريت اني نهز تليفون ديال راجلي وانعييت وقلت لربما يكون شكليان لربما يكون شو واحد معاه في الخدمة الله ومعلم ما بخير زمن صباق العيب وقلت خليني نتأكد هاديك الآلو اللي غا تقول كتطرب لي يطنفوا دنيا الصوت ديال بنت خالتي ما يخفاش عليها لم أجل نمرة النات حيث ليس نمرة اللي اعطياني وانا فخباري بنتخلتي عندها شو معاني كنت اقول اوالي اذا قتظت لي اينو بين او بين راجلي شنو بينو بينتهم المهمة البنات لاناية كنت اكد من الصف واناية يقول الو الو ان ماذا تقل بادي وانا كنت تقول الو وانا ايو ايو فلان سيدة في حالة جزال الاقوى لا تستطيع احضرت وقالت تقريباً تقريباً بقى لقتها وقالتها قالتها وقالتها ما قلتها لماذا تعدي الراجلي لماذا تعدي اي ما في نمرةك وكانت انا من هذا النمرة لديه النمرة الحورية وقالتها مرة الحورية لماذا تقوموا عن الراجلي لقد كانت لديه سبعين ألف مرة ودائماً هذه في تصوير لماذا تنامتها اهد المرأة. وبيت تقول لي يا لا ماشي هكاكم ما تفهميني شغلط انا ما بينو ما بين راجلك حتى شي حاجة. قلت لي انا ما زال موصلش انك يبينوك وبينوك وبينوك اسلولك. قلت لي يا لا ماشي هكاك وغير كلنا كن هضروف لي ما تلي كنت انت بخاسمة معه. قلت لي هافلانا انا تخاسم سماء ديك العام. وكنا غانت فارقوا ديك العام. وانتي دابة وقع في مشكلة قدوك السخت يعني ممكن شهدري معه راجلي. على ود زعمة. وبيت تقول لي يا اه يا اهوانا را كنت ادوي معي راجلك. بس زعمة صالح مع راجلي. حينت قال لي يا زعمة تلي صالح تني ما امرتي. انا بغيت نصالحك مع راجلك. قلت لي هاشوفي. انا راجلي دويت معه. وقلت لي يا انا المشاكين ما عندي لاش ندخل فيهم. المهم سيزبتك تدخل ودخلش لهضراء. انا اسم قلبي كي زدحكي 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 قطعت عليها التليفون وطفيته وحطيته حدايا. بقيت غالصة حتى تخرج لي. تخرج لي من الباب. وانا نقول لي اشن تكون بينه وبينه ما بينه ما بينه احد شي حاجة. هذه البنت خالت قلت لي يا فراصي يا الله تهني منها. قلت له هيبطت عليها والاكل معي و blevوذي معي و احدى من خالتي. قلت ليني مشاك مالذي محددة. وقلت لي يا ذاهب محقرة لي و قلت لاعرف هذا القليل. انا. و هذا الحاطرت التي قلتها انا. قلت غير هكاك. وقدم غني واذا نعرف النصب. قلت لا يمكن من زر التقل. أحد خلالاتي. قلت لأ كيف حصلتها. حتى تطين. و انا محرمش مفتوها و كل واقا حالا و تقول لي احقص محين راجلك و هذا غير كلبات و هي الي كاتته در معا و هي الي مصاحبة معاها الابنات هي هي الي مصاحبة معاها أنا سوف اتغل غلطتها لابنات جاء راجلي وبقاك يتلفيها و يقول لي استريني انا غلطت و مبين بنت احتي شي حاجة و انا كنقولك كيفش مبينك و مبين حتي شي حاجة و انت كاتته در معاها و ماسح الان و السيدة ديرها نمرة جديدة من غير نمرة الي عاطياني اللي مهم بقى كيدور منا كيدور منا كيدور منا احتجا وقال يا شوفي رهيالي دارت بيعه ماهيالي دارت بيعه وانا واللهيته كان بغى يكن امبغيش نفرق ولادي وانا 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 المهم البنات انا تماما اقدرش نسيطر على راسي هو كيدور كان تخليتون دجمة تشتيتي وانا جمعتهم كامين ومشيت انا في الطريق عيط لماما قلت لها كل شي كان بكي وكانت نخصص ماما هزت تلفون درت بوم في العائلة انا قبل ما نصراج لي عيط لي وقال لي اسمعيني غا نقول لك جوش كلمات غا تبشين داركم وغا تدفع الورقة دي لطلاق حينت انا اللي بينو بينك سعلا انا قلت ليك لها تكشي اللي بينو بينك يبقى بينو بينك وحتشي واحد ما يستغلين الخبار ده بحتالة بغت نرجع معاك ما يمكن لي ياش لم يكن لها انا في عائلة جميلة كل شي انا وكل شي ما عارفني اني انا وفلانا بينتنا عالق يعني انوية تسافي حبسنا انا قلت لي يا هدرا مبقى انها تحت 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 تاتيك الصدمة المهم قطعت جاي مازال فالطراق مازال تموصي اشتغلت لي هي سبان والمعيار هي كتعير وأنا كنعير هي كتعير وأنا كنعير في واحد اللحظة وبعدك العصاب قلت لي واش مابنش لك غير راجلي انتي ما غا تغدري راجلك بغا تفارقي معها أطلع رجالة ما هي رجالي أنا؟ وهي تقول لي بغيته ما عندي مندير قلت لأي أبو جاك حمار قلت لي يا أه هاتش اللي كان وقتعت التليفون المهم وصلت لقيت ماما بسكينة كانت تسناني في المحطة غادي تموت بالفخصة سافي كنا نجدين الطوبي يصدق الساحب شنا نيشة لدار خالتي وصلت كندق الباب كندق 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 نحرفهم لداخل ما بغاوش يحلوا لي وقلنا قاسي نسمى شحال وصلت لداخل ما بغاوش يبكي وشفت حتى عييت هزيت الوليدات ومشينا لدار خويا حيث ماما من مورا ماما سبابا وقامنا نزوجنا كانت تسكنات عند خويا المهم وصلنا مرت قدام بباب مخنزرة حيث كانت تعارفاني سافي جاية مطلقة يعني ما فيها لا إلا ولا حتى دخلنا في حالاتنا قلتنا شغل نقول لكم أنا ربي لي أعلم بي يا عافية شغل في قلبي بقيت لك الساعة ممتقناش وممأكداش من ذلك الشي اللي تراك نقول لك ما نكون كنحلم يكما واحد اطعنة يا البناس واحد اطعنة وانقدرش نوصفها لكم نهائيا سافي يا البناس بقيت قاسة كانت تحرق بوحدي تشي واحد ما حس بي العائلة كاملة كاعيته وغير بشي تسوقوا الخبار شنوقع وشنو حصلات واشهما داروا واشهما فعلوا لكم حارفين عباد الله فاش كيسمعوا في هذا الخبار كيبغيوا يتسوقوا أشنو طاري كيبغيوا يتسوقوا كيبغيوا يتسوقوا قريبا واحد اربع ايام بعد اقول سي ساقط الخبار ساقط الخبار جاهز كثيرا على الشيطان من على الشيطان كتلها فين هو والدك فين هو دك الشيطان فين هو فين هو مهم السيد ما جاء شو قال لها صافي اللي بيناتنا سهلا والسيدة جاء عندي وكتقول لي يزعملنا على الشيطان وتنتية ما كانش عليك تشوهي في العائلة كاملة ودبكي غديروا ترشعوك كيبغيوا مع وليداتكم مكيبغيوا مع وليداتكم كيبغيوا مع وليداتكم وصافي انتية انا خسن عيط لي هنا تتعذر منه حيث انا ازعمل ما شوهته كتلها هذا النهار ولي ما عمره ما يحلم به ويجي هو ويطلب مني السماحة والله لا رجعت لي وانا هذا الهضراء كنت كنت نقوله وفعلا قصدها في هذه الوقت بالحق السيد ما جاء ما طلب مني السماحة ما جيت فين كمال البنات حتى وحد 15 يوم قدحت وصلتني 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 استدعاء هزيت راسي ومشيت المحكامة كنت بكي وقفنا قدام القاضي كنت عادت لكم كل شي كتله هذا وقدرني مع ابنت خالتي وراء هاشنوكين و هاشنوكين و هاشنوكين و هاشنوكين قال لي ايش دالين ما لدي ايش دالين والله والبنات سيد نكر قال لي هذا درمي مني ايش حاجة وستيدا عيشة بالاوهام وفقساتني وقدرت لي وشوهاتني كان في الوكسات وذلك قال لي ومثلت ما كانت قاضية وكانت من طلق واخرق الأنفاق لها القادية وقدرني وقدرني اللا ادعاء وشوهاتي وكانوا منهم وقدرني مع مرته لم تفيد وقامت مرصوكين وقدرني كانوا من قبل وضع وانك كانت تخرجت لي هذه النفاقة وخرجوا لي هذا الوراق والفلوس تطلق وذلك قلت الماما شوف يا ماما أنا هذا الفلوس نمشي ونقرب بهم أنا وياك ونخرج ونضرب عليكم سمارة ونقابل لي أولادي ما قابل لي أولادي ونضعوا الراس على الراس وما مسكينا قلت لي يا أخا لم تقلتها الخوية الخوية قال ليها نون وهذه لي معمرها مسكون أنا ما نتفرقش عليك واختيتي هي متلقى وش غايقون فينا الناس ما أشنو غايقون فينا الناس المهمة البنات بقى عليها بالهضراء وفشقت لي مرتي قال لي مصدوقك شو مرتي أنا أخوك وأنا الراجل ديال الدار أنا فرحت وقلت الحمد لله ربي عوضني بخويا وخويا طلع راجل أولا ما كانش يسحب لي يا هاكا المهمية هذه قلت في دار كان صرف البنات ما كان خلي مكان جيب أخويا كان أعطي فلوس فيدي وفي نفس الوقت كان قلب على الخدمة صافي سأدوز واحد المدار فلوس بتزغادية وكتطير حتى النهار اللي غلق خدمة عند واحد المحال كان يبيع الحويش صافي بني سمعت وقلت على الله قلت هذا الشيء الذي سأعطيني هذا السين يصرف بيع لوليداتي ونعون بخويا ونحن عايشين وخاكن المشاكين ما بينهم وما بين مرتهم لم يبقى السوق لها وقلت ما دام خويا قال لي قلسي صافي ما عنديش المشكلة في هذا الوقت سأقول الخبار ان هذي كبنت خالتي غادي سمشي على المثيلة أخرى قدر تسبب الخدمة وقسم خلية ووالدها الماماها صافي انا ما بقيتش قعم سوقه ما بقيتش كنسول حيث نار باللي كان عالم بي وعالم بالمشاكين اللي أنا فيهم كنت كنشوف الفلوس كيتيرو كنشوف راسي مكرفسة معدبة كنضربتها مارا كمشي لديك المحال من صباحة الأشياء وكعتني رجوج دريال فلاخر ديال الشهر مكرفسة مع وليداتي واحد الحياة ما نقدرش نوصفها لكم من غير مرت خوية اللي ما كانش كتحمل في الشهرة وكل نهار خاصة نجبدو السطاع والمشاكين المهم غادي نبقاو حتى النهار اللي غادي نحسب ان خوية ما بقاش حاملني في الدار ولا كيدخول كيصلخ ولادي وقدام عينيه صباحة ومعيار وقت خوية اللي نقول لك الخدمة يقول لي انت اكتلان لا قامت خرجي من دارك المهم بقي نفس سبان سبان حتى النهار اللي غا انتهز أنا ومرته وفجد نحكمه قال لي عجبك الحالة للا قلسي ما عجبك الحال هزي ولادك وسيري في حالك أنا اجبالي يا ضراء مرضي تشى البنات المهم دك ساعة كانت ستية ولادي وبغايد دخل الشبعاتني ماما قلت لما غير سنتي كبيرة قلت لي ومتياش غادي مع هاد الولاد حلالها سي دربية انا مسكينة وخاعي انا لا تريد فرق عليها المهم ان اخيها هذه الساعة بدك يقول ماما قلسي اما انا سوف يبقى قلي يقلسي مهم خرش انا ويقول الوليدات لا كنا نعرف مين نصدق الحائلة مقدرناش يمشي عندها حيات خفنا يضحكوا علينا فبنت لي اه فبنت لينا غير اختي اختيت هي كتت مزوجة على حال هزينا راسنا ومشينا حتى توقفنا عليها السقبلاتنا مسكينة بدنا عند ذلك الليلة ولكن كنت عارفة مهم الغدلي خرش نقلب على الكرة مهم دوست قريبا واحد اربع ايام كنت لقيت واحد البيت او كوزينة مع الجيران صافي فرحت بهم هزيت ممي و هزيت ولداتي ومشينا التماع اعطيته فلوس الكرة كنت بعت واحد السنسلة مما بعت خاتم ولي كانت كتاب ونبعت السنسلة اللي كانت كتاب خلصتنا الكرة وهذا الشهر ديالت السباق اعطيتنا كم مينطات انا كنت خروج تقديد ذلك الشي الليلة مهم توكلنا على الله واخدك شي علاقة الحلوى كنت فرحانة ونقول مشي مشكل سنتقاتل ونوقف على الرشلية لا يمكنك احتيش احد يتحكي علي صافي يديك البنات سنبدأ وعيشين انا كنت نعس بالليل الكامل وانا كنت نحسب كيف ندوه الشهر الراجل مرر يطني النفقة ومرر لايالي مرر لايالي مصاريف درالي وكان عندي الولد الوسطاني فيه الضيقة مما عنده السكار والقلب والطنسي وانا عنده الدواء ديالها ما بقيتش عارف كيفش نبدأ ومني ينسالي ويوتو كلت على الله وقصر بما غاديش يخليني غادي نرجاء الخدمة يا البنات اليوم غدا مع هدوك المشاكيل اديها دعا جيبها دعا ما ما قطعي يطليها وقع مشكيل المهمة البنات ما غنكمل شهر حتموا الخدمة غيجي وغيقول يسمحي لي انا ما شيفي من جلق المحل محلول انا يا رديارك هنا بش حللي المحل من الصباح تليش يا حاولت نعود لي الدروف ديالي قل يناد شي ما ما يهمني قل يالله يسهل عليك والله يدلك مخرج من عنده بالحق انا را المهم عندي هي يخدم ترحت انا هاد شي باش كانت ترزق سيدربي ايو صافي هناك انتعرفت انها كملاتها زي التلفون وعيت الراجلي اللول غاديت جاوبني هاديك الكلبات يا البنت خالتي وغاديت قولي اشنو بغيتي عنده انا فاسمعت صوتها صافي تقصبت البنات ما بغيتش عارفة راتي مرجليها قلت ليها راجلي قولي يصف لي انها فقدية الولادي المهم سيدة قطعت عليها انها سمبتس نشعر فيها العافية كن شعر فيها العافية كن نقول اوه والسيدة تسوجت بيه واش انا تحكو عليها واش انا عيشة في العادة بوما عيش باي خير ولادو مهم ورصول فيهم من نظار لي طلقة الانوية مام رجعوها قال هادوك الولاد ما لهم مال هم مالهم المهم ارجعت للدار بكيت حتى شبعت ومن بعد مساحت تموعي اخرى الآن الكثير من المشارك المغرب وقم للنفاقة نصر للشهر وقمت المصارف نقوم بالنفاقة فيما كنت مؤززة مكرمة في داري شوفوا فين وصلت كنت كنت خلص الكرة والماكنة الشي اللي قسم الله وكنت وزو الشهر غير بستهتر يالله يالله كنت خلص الدواء الولدي والمميمتي اللي حتى شي واحد ما أقل عليها من النهار لخرجت من عند ذلك أخوية المهمة البنات بقيت مقاتلها كاك دازت ذلك الشهر كامل في التقلها كون ما كانوش ذلك البريكولات كون ما رقينا منك نوقاع المهم دووزنا الأمور الحمد لله واحد شوية تسرات ولكن في رشار أنا كنت معولة على الرجزة بميزه ما بقيت مرحلة للطفال المهمة بدأت لنفاقه وقفت لي 1 ريال نهار الول نهار تاني نهار تالت عاية احقام 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 ما عندي اش أقطاع لي التالي فون كان عاية تقلات لها ميزة المهمة استفت لها سيفت لها ميزة وكتلت لها ميزة وشوفوا لي لو ما بحاية حل غدين مشي ونرفع دعوة قلينا ما عندي منين جبل الفلوس من دبري راتكو شغلك هذا قدير اللي بغيتي هاد شي اللي الخسر عليها أنا تلماء الدنيا دارت بيا مولكرا كان قلييا خصاك الليات انه اتكلم عنك. انه افضلي. انه افضلي. انه افضلي. انا هنا يا صافي. جميع البيبان تصدفوا شيء. لم أكن أعرف أي شيء. أعرفوا كان بكي يكن بكي يكن بكي يولادي ولو كيموتوا بججوع قدامي ولو لم أجدوا شيء حل. كان خرج نقلب على الخدمة والواء والبنات. واحدة من ذاك الميناج اللي كنت أنا كنت تكبر عليه واحد شوية وما بقيتش لاقيها. كان موشي للموقف كنت سنحت تكنعيا. وكي جيوا العيالات وكيهزوها كالعيالات الكبارات شوية وأنا التوحدة فيهم مكديني. ما عرفتش البنات علاش. المهم غدي نبقى هاك كاك داز شهر تاني مول الكرهجة وقالي غد خويل يداري اليوم ومقبل من غداك نقول له العار. العار لما غير صبر معايا. الله يسهلق لي وكان بكي لي وكان قولي يشوف أنا راي عندي ضروف. كيقولي يحتانا عندي ضروف رب هاد الكرباش عايش رمشي كالي للك فيلا. أنا راد شوية لي كتعطيني راه ولي كان وكل بيت أنا ولداتي. وأنا كو كان عندي لكون نخلك ولكن ما لقيت لك جهد. المهم هالبنات بقينا هاك كاك نقل لي خمستاشر يوم نجي من هدر معاك ما نتكلم. فسالت خمستاشر يوم مو ما قد لي اجميح واجكو يالله بلاس طاعب لا مشاكل حنا ما قد يجعل الفطيح. هزي سالبنات ولداتي وهزيت راسي ورجعنا عند ذيك خسي. خسي فش رجعنا عندها كان في خبارها لافير كاملة. كيف دخلنا ويزقول لي اخسي على راسي وعينية. ولكن راح ما نقدرش قلت لي يا زعمة سمحي لي. نقدر من هزك سيما ناجوج ولكن بش عولي انك يزقل سي عندي رامي ممكن. كنت لها شوف اختنات شي عارفاه. ماما كانت وصلت اسمع اخوي اخوي قل لي هاك الموحدة. مو تترجعين تيام ويمر حبابيك. ولكن اختي ولادها ما يرجعوش. انا ما نهزهمش. هي تضب الراسة وجعلها هاداك. مشي راجلها مهني. وانا ينهز المصاريف ديالهم وهذا. وقتك انت عارفة قل لي ما عندي مندي لها. هزيت التلفون وعيط الحوية قلت ودخلت عليك غير بالله. وشتب انت راجل. كنت لها الوقت اللي كانوا عندي الفلوس. وكنت كان عارفة الشهر بعد المرات حت لسسين سبعين الفريال. لك ساعة كان عاجبك الحال. وكلت لي ارتقي حتا ديالتي كامل. وفي الاخر لحتيني. كنت قلت لي يا هاك اكون نهار لول هادوك الفلوس. ممشيت كنت بيوم على الاقل عام. وبقيت كانت قاتل. وكنت وجد عامل اخر ديال لقرأ. وانا اعرف رسينا اولادين اكلوا غير الخبز كارم. المهمة انا بسوري من البرد. قطع لي التلفون. لم يجبني بحيث شي حاجة. صافينا اتما ضارت بيد دنيا. ما بقيتش عارفة اشنو غادي ندير. عارفته هذي 15 يوم يعطيتني اختي. ووليد كان قولي يا ربي غير متسهلاش. وراجلها كان يدخل مخنزر ويخرج مخنزر. صافي ما بقيتش عارفة اشنو غادي ندير. حاجة كنت كنت تخيلها. الحاجة اللي تضمعتني ما عمرني ما كنت كنت نظن انها تقولها لي. وهنا غا تغير حياتي 180 درجة. الجميلات ديالي. هنا سالة الجزء الاول ديالنا. اما القصة مازال طويلة. وحرفيا يالله بدهت. ويالله بده الصح الصحيح. عمقوا فيها شي حاجات اللي غا تضموكم. اعرفتكم ما البلاد تحمسوا. لك شعلش ما غا نزيش نطول عليكم. ونطلقاوه مباشرة في الجزء الثاني. اللي غا تلقاو الرابط ديالو في اول تحليق. الغزالة ديالي هنا مبقى ليه الا مقول لكم ما تسخيطش بكم. نتلاقاوه ان شاء الله في الجزء الثاني. السلام عليكم.